على وقع المواجهات المتقطعة في مدينة الحديدة يجري المبعوث الأممي إلى اليمان مارتن غريفثيس مشاورات مع المسؤولين في ثلاث بلدان بدأها بروسيا ومن المقرر أن تشمل الإمارات وسلطانة عمان تحرك يأتي في إطار التزام غريفثيس بالتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع وحث الأطراف وأصعب المصلحة في اليمن على الالتزام بالتفاعل معه وفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوكاريكا دوكاريكا كان قد أوضح في مؤتمر صحفي بنيويورك قبل زيارة غريفثيس إلى موسكو أن الهدف من زيارة المبعوث الأممي هو دفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام لم ترشح معلومات جوهرية للقاء الذي أجره المبعوث الأممي في الأول من هذا الشهر مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف لكن غريفثيس وصف اللقاء بالمثمر وأسهب كعادته في مدح الأطراف التي يلتقيها بثناء على روسيا لدعمها المستمر لجهوده ولانخراطها البناء في مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقاً لما جاء في بيان صادر عن مكتبه المسار الحالي لغريفثيس يمر عبر البلدان الأكثر تأثيراً في الحرب التي تدور رحاها في اليمن بدأ من الرياض مروراً بموسكو وأبوظبي ووصولاً إلى مسقط في محاولة على ما يبدو للحصول على تأييد مسبق لتحركاته المبذولة من أجل إنقاذ اتفاق الحديدة لكن المبعوث الأممي تحرك مثقلاً باتهامات تتعلق بتغطيته الأخيرة للانسحاب الصوري للحوتيين من مانئ الحديدة كادت أن تنهي مهمته في اليمن قبل أن تتراجع الحكومة الشرعية عن قرارها عدم التعامل معه إثر وساطة قامت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إباً زيارتها الأخيرة للرياض ولقائها الرئيس عبد الربو منصور هادي ومسؤولين سعوديين أمام جهود غريثيس يبدو أن تطورات الوضع الميداني في الحديدة تضاع المزيد من التحديات أمام تحركات المبعوث الأمم الدولية والإقليمية ساعياً وراء إجماع يدفع باتجاه ضمان إنجاح اتفاق الحديدة المتعثر ترجمة نانسي قنقر